لو جينا نشوف الترتيب المتوقع اللي علاقتنا بنعم ربنا علينا هنلاقي أول نعمة نعمة الخلق ولما خلقنا كنا أطفال رضع ما بنرفش نعبر عن نفسنا عندك مغس بتعيط جعام بتعيط تعبان بتعيط عايث نام بتعيط ما بتقدرش تبين أجيب بعد كده نعمة البيان ربنا سبحانه وتعالى علمنا البيان وعلمنا نعبر عن نفسنا هل في نعمة سبقت كل ده؟ الحقيقة فيه ده اللي هنعرفها في حلقة النهارة إن شاء الله أنا الإنسان أنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه من أول الآيات اللي نزلت عن نبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بداية الخلق خالص ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن خلق الإنسان وأصل هذه الخلقة من علق وبعدين قال له اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم ده الترتيب الطبيعي اللي على طول الإنسان يبدأ يتوقعه خلق الإنسان وبعد كده علمه خلق سيدنا آدم وبعد كده علم آدم الأسماء كلها لكن في صورة الرحمن اللي أكتر كلام فيها عن النعم وأكتر آد كررت فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن الصورة بتكلمنا عن الآلاء الآلاء اللي هي النعم ربنا سبحانه وتعالى غير الترتيب ده رب العالمين قال إيه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الترتيب كان مختلف عن المعتاد ربنا خلق سيدنا آدم وعلمه الأسماء ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق وبعدين خلق الإنسان من علىك اقرأ وربك الأكرم الذي يعلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلاص اتكلم عن العلم البيان العلم كل دي حاجات بعد الخلق وبعد كده يبدأ الإنسان يتعلم القرآن لكن في صورة الرحمن لما نيجي نفكر في النعم نفكر في القرآن على أنه النعمة الأولى أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى لما كلم الإنسان عن النعم وقال له كده خلق الإنسان علمه البيان قال قبلها علم القرآن إنك تبص للقرآن على إنه أول نعمة أنت محتاج لها صحيح مش أول نعمة أنت تعملت بيها أول نعمة تعملت بيها نعمة الخلق وبعد كده البيان شوف الترتيب أنت تخلقت وأول ما تخلقته كنت بتعرف تتكلم كنت بتعرف تبين كنت مخلوق ضعيف لما تجوعت عيط لما تكون عايز نمت عيط لما يجيلك مغسط عيط هو ما بيعرفش يعبر عن نفسه إلا بالعياط بعد كده ربنا علمه البيان بدأت تتعرف تتكلم بدأت تتعرف تطلب احتياجاتك بدأت تتطور نفسك بدأت ممكن يبقى عندك بلاغة وفصاحة بخيران في ناس بقى ممكن تعمل شعر وممكن تكتب أدب وممكن بيان وإن من البيان إلى سحرة لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد في ترتيب صورة الرحمن إن تكون أول نعمة هي نعمة القرآن ليه؟ لأن الحقيقة إن أعظم نعمة في حياتك كلها حتى لو أنت كنت في البداية النعم أن أنت تخلقته ما فيه واحد يتخلق وخلقه زي قلته بل بالعكس كانوا وبال على نفسه على أهله على بيته على وطنه على كل حاجة وفيه إنسان انتفع بنعمة القرآن فهم إن النعمة الأهم والنعمة الأولى إنك تبدأ تعيد تعريف العلاقة بالقرآن تعيد ترتيب أولوياتك علاقتك بالقرآن تكون أهم من خلقك نفسه علاقتك بالقرآن تكون أهم من بيانك من كل النعم اللي عندك للأسف الشديد كتير مننا ما بيشوفش القرآن النظرة دي بيشوف القرآن على إنه مصدر للثواب وده شيء حسن إن أنت بتاخد ثواب من القرآن لكن ربنا لما أراد إنه يوجه لك النظر بالطريقة دي ما كانش إن القرآن بس بناخد بيه ثواب مش مجرد كتاب أذكار مش هو مش حسن المسلم وحسن المسلم كتاب عظيم بس الفكرة مش إنك تاخد ثواب الفكرة إنك تبدأ تعرف يعني إيه قرآن كلام الله سيدنا عكريمة رضي الله تعالى عنه لما كان بيقرب القرآن ويقولك يلصقه على وجهي ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي قرآن إعادة تعريف علاقتك بالقرآن إنه أول نعمة أنت بحتاج لها وأول نعمة أنت مفروض تتصل ليها وأول نعمة مفروض عشان أقرب لك الصورة دي وتبدأ تفهم يعني إيه أول نعمة شوف حال إنسان قبل الكلام كلام الله وبعد كلام الله شوف حال سيدنا آدم بعدما عصى ربنا سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه في غوى وشوف إحساس سيدنا آدم هو مش عارف يعمل إيه أول معصية في حياته أول معصية يعصيها هذا المخلوق بعد أن أكل من الشجرة والعتاب الرباني بقى لما ربنا قال له ألم أنهاكم عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو المبين سيدنا آدم مش عارف يعمل إيه فتيجي الكلمات شوف ربنا يقول إيه فتلقى آدم من ربه كلمات فيحصل حاجة مختلفة بقى خالص بعدما كان عاصى بقى إيه فتاب عليه أنا عايزك تحط نفسك كده في الموقف ده واحد مش عارف يعمل إيه وعاصى ربنا واتفق يخصفاني عليهما من ورق الجنة وبعدين تيجي كلمات ربنا سبحانه وتعالى فيقول ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا يعلموا الكلمات دي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونانا مننا الخاسرين فربنا يغفر له ويتوب عليه حال الإنسان بعد كلام الله غير قبل كلام الله ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن اسمع وإن كنت من قبله أي من قبل القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين النبي يتقال له كده قبل القرآن حالك إيه وبعد القرآن إيه بعد القرآن من الذاكرين من العالمين من القريبين من من يعلمون مراد رب العالمين سبحانه وتعالى لكن قبل القرآن ربنا يقول للمؤمنين كلهم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين قبل القرآن ضلال قبل القرآن غفلة قبل القرآن معصية قبل القرآن بعد وبعد القرآن نقيد كل ذلك اقتراب معرفة بالله عز وجل معرفة بمراد الله عايزين ننظر للقرآن هذه النظرة الإنسان في سلسلتنا واحدة نتكلم عن الإنسان وعلاقته بكلام الله علاقته بوحي الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان تيجي قبل خلق الإنسان ليه لأن دي روح ربنا لما أراد أنه يعبر عن القرآن قال وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم الروح يا إيه الروح يا الفرق من الحي والميت كأن خلق إنسان من غير قرآن خلق ميت والروح تيجي تحييه رب العالمين سبحانه وتعالى عبر عن القرآن بالروح بالنور ونزلنا إليكم نورا مبينا النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز ربنا سبحانه وتعالى أراد مننا أن ننظر للقرآن نظرة مختلفة لا تبصش للقرآن وإحنا خلاص رمضان يعني بيقترب من نهاياته وتبدأ تخلاص الحمد لله في ناس ختمت وفي ناس بتختم وفي ناس عربت تخلص وفي ناس ختمت أكتر من ختمة اوعى تبص للقرآن بس على إنه حاجة بتتختم عشان تاخد سواب أو عشان تقول والله أنا ختمت القرآن في رمضان خمس مرات لا في هذا المقصد القرآن النعمة الأولى القرب الروح كل خير أصاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والأمة كل خير هتلاقي لو جينا نعمل كده كأنها معادلة قبل القرآن سهد بعد القرآن شخص مختلف تماما خالب من وليد رضي الله تعالى عنه هو كان سبب المصيبة في أحد بعد طبعا من روبان نزله وخده الغنائم وسيدنا خالد لف خالب من وليد كان بيحارب المسلمين سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه أنا ما قلتش سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه إلا بعد القرآن بعد ما عارف القرآن بعد ما آمن بالله عز وجل وبكتاب الله عز وجل وبالرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يقترب شف خالد قبل الوليد قبل القرآن وبعد القرآن سيف الله المسلود شف معنى نعمة القرآن معنى النعمة الأولى شف أي حد من الصحابة لسه كنت بقولك سيدنا عكرمة سيدنا عكرمة ده مين؟ ابن أبي جال سيدنا عكرمة اللي كان من أشد الناس واتكلمت عنه في حلقة قبل كده وإزاي أنه كان ممن أهدر دمهم بعد فتح مكة ده ما كانش من الطلقاء ده ما تعفاش عنه واضطر أنه يهرب وبعد كده رجع وبعد كده آمن وحسن إسلامه قبل القرآن من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن سيدنا عكرمة اللي مات شهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليه القرآن النعمة الكبرى النعمة الأولى كلام الله عز وجل كل شيء في حياتنا ممكن يتغير للأفضل دي القرآن كل مشكلة في حياتك تبدأ تنظر للقرآن هذي النظرة إن ده روحك إن انت من غير القرآن ميت إن انت من غير القرآن منزوع النعمة مؤمن من غير القرآن مؤمن كل علاقته بالقرآن إنه بيسمعه في الميتم إنه بيختمه في رمضان بس عشان يبقى اسمه ختم القرآن إنه بيقرى كده حدر كده من غير ما يعي من غير ما يتدبر لا لا للأسف ما أشباهه بالميت ربنا ما أردش منك أبدا أنك تتعامل مع القرآن هذه المعاملة لما يقولك في صورة الرحمن أول حاجة خالص علم القرآن وما يقولش بس نزل القرآن مع أن نعمة انزال القرآن وعظمة ليلة القدر اللي بنلتمسها في العشرة الأواخر من رمضان وكل ده عشان نعمة انزال القرآن لكن ربنا يقولك علم القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه إلاك تبدأ تنظر إلى هذه النعمة على أنك تريد أن تتعلمها فين تعلم القرآن في حياتنا فين علاقتك بالقرآن تدارس يعني أنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم مع القرآن في رمضان المدارسة يعني اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كثرة الختمات على فكرة ما فيش أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر يختم له في القرآن عشرين مرة في رمضان ما فيش الأثر ده لو حد عنده الأثر ده يقوله مش بقلل من اللي بيختمه كتير ربنا يزيده لكن النبي صلى الله عليه وسلم سنته في رمضان بالنسبة للقرآن كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فلما تسمع قول الله أعلم القرآن تبدأ تفكر يا ترى أنا علقتي إيه أعلم القرآن دي هتعلم القرآن إزاي هتعلم تجويده هتعلم معانيه هتعلم أحكامه هتعلم ما يريده الله عز وجل مني في القرآن الكريم ما يريده الله عز وجل مني أنا أتدبره ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن تبدأ تتدبر وتبدأ تتعلم وتبدأ تفهم أن دي النعمة الأولى تبدأ زي ما بكرر تعيد تعريف العلاقة بالقرآن تعيد تعريف العلاقة بالشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تعيد تعريف العلاقة بالحبل الممدود اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حبل الله الممدود طرفوه بأيديكم كأن ده الحبل اللي هيوصلك للمكان اللي انت عايزت وصله للجنة حبل الله الممدود القرآن الكريم إعادة التعريف ده مقصد هذه الحلقة الإنسان والقرآن أول نعمة على الإنسان قبل نعمة خلقه في تركيب صورة الرحمن كانت نعمة علم القرآن يا ترى هنغير وإحنا في آخر رمضان علاقتنا بالقرآن يا ترى فيه ناس هتنوي كده بعد رمضان لا أنا خلاص أنا فهمت بقى وقربت من ربنا على فكرة كل أصلا سلسلة الإنسان اللي احنا بنتكلم عنها هي الإنسان في القرآن هي مدرسة الموضوع واحد بس موضوع واحد بس من مواضيع القرآن وهو الإنسان صفات الإنسان في القرآن ما بدك بقات المواضيع وكثرة المعاني القرآنية وأمثال القرآن ونباقات القرآن كل دي معاني عظيمة عجائبه لا تنقضي ولا يعني يخلق من كثرة الرد كل ما تقرب أكتر يا ترى فيه ناس هتقرر كده أنها تتعامل مع النعمة دي بإعادة تعريفها أنه يبدأ يفهم أنه أحواج ما يكون إلى تعلم القرآن وإلى ارتباط بالقرآن وإلى علاقة وثيقة بالقرآن عشان يبدأ فعلا يحقق أحد أهم مقاصة خلقه أن يعرف الله عز وجل بكلام الله خير من يعرفك بالله هو الله عز وجل من خلال إيه من خلال ملك الكلام كلام الملك هو ملك الكلام أسأل الله عز وجل أن يربط كل بنا بالقرآن وأن يعلمنا القرآن أزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنا اشتركوا في القناة